حكاية الليلة لغس اللي إذا حليته غادي تردوا البال بزاف جال أمور في حياة حكاية الليلة غادي نبغيكم أنكم تلقوا فيها وديناتكم مزيان وتقولوا لي شنو خلى هاد الكوبل أنه ينتقل من مرحلة العشق والحياة إلى مرحلة الثوبول حكاية الليلة غادي تسمعوها مزيان وغادي تعطوني سبب هاد شي كله فكلمة واحدة وهنا غادي نعرفكم بلي أنكم تبارك الله لكم شتهت ما تمشيو فين وبقاو معي باش تسمعو حكاية الليلة تستفدو منها كعبرة سلام سلام مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلام إليكم مرحبا بكم على المؤنسة ديكم أينما كنتم أنا عافاكم كانت تنطول يا إمام الكوزيناء يا إمام طموبيلتكم يا إمام شي بالكون يا إمام كتجمع الحواج يا إمام كتطيب وشخبيزات أو لغاسين كتتنطول على ديماتكم أينما كنتم مرحبا بكم معي وأعانكم والله لديك شلي كتقضيو المهم حكايتنا الليلة طويلة وبغيتكم تركزوا معي فيها ولكن قبل ما نبدوها ما تبخروش لي يلتحت بأنكم تقطعوا لزر الإعجاب باش يخلال دي محتوى يبان عندنا سوحدة أخرين وكل شي يستفد خير ما تطلش عليكم أكثر ونقول لكم بسم الله يلا لنبدأ أنا اسميتي أمال في حكايتي ما غديش تفيدكم طفولة ديالي فوالو لأنه ما عندها حتى شي دور في الأحداث لنتهي القصة ديالي ولكن غديمشي معكم لألفين واثناش أول عاملية في الجامعة أنا والصديق ديالي اللي فين غدينتعرف عليه كصديق عادي وفي ألفين وثلتاش غديتبدأ علاقتي به وغديتبدأ كتكبر وغدي نقول لي وأصدقاء اللي هما مقربين وفي آخر هات السنة غدي يكون واحد الاعتراف من طرفه لي بلي أنا وتيك لي مشاعر وأنا أنا ذاك فعلا كنت كنحس بشي أمور من جهته كملنا قرائتنا في نفس الجامعة وكنا تنتكنو في نفس الحي كنا تنمشي وكان جو بزوج والامتحانات كنا تنوجدوهم حتى هما بزوج كانوا عندنا أصدقاء مشاركين ولكن العلاقة اللي كانت تكتربتني بهذا الشاب كثر من علاقة صداقة كملنا حياتنا في الجامعة وفي السنة الأخيرة من الإجازة غدي يبدأ كي يخدم في واحد العمل موازن القرائي دياله كانت واحد الخدمة اللي هي موسمية وصف من بعد غدي يقترحي لي وش حتى أنا نخدم بحاله مع أني الحمد لله وليدي ما كانوا مخصصيني من والو كان كل شي مفر لي وما كانوا محتاجة هاد الخدمة لكن قبلت باش أنا نخدم وبقيت في أوقات الفراح تنخدم وحتى هو كان معايا الويكاند والعطر كنا نخدموه فيهم المهم ما عليناش هاد شنوعا ما خلال علاقة ديالنا ان هاد زيت سوى الطض وخصوصا انه كان إنسان لي هو معقول ونيتو كانت بينا من الأول انه إذا كملنا القرائية ان شاء الله وربي سهل علينا را غادي نبدو حياتنا بزوج كنت كان عاونه بزاف القرائية حيش غادي نجي واحد الفترة ما بقاش مهتم بها ومهتم غير بذلك شي فاش كان خدام فاش كانوا كي يجيو المتحانات كون كان نوجد معاه وكان عاونه وكان لخصلي قاعدة شي لأنه ما كانش يحضر وفي آخر العام غادي ناخده الإيجازة بزوج خدينا هافضر ثلاث سنين من بعد مشيت كان قلب على فيندير ستاجات باش أنا نخدم هو بقى خدام في ذلك الخدمة ومنلقي تراسيب لأنني ملقيتش خدمة في الدومين دي غادي نمشي لصنطر داب بال اللي غادي نخدم فيه واحد المدة وفي هذه الوقت سنقول لها فلان الخدمة اللي انت فيها را ما شي ديال دوام خاصك تدير مستقبال لأنه وهذه ما فيهاش مستقبال واخرها ندور فيها الحركة ولكن ما عندكش أوقات لهم محددين وما عندكش تغطية صحية وبزاف ديالحواج اللي يخليوا الواحد أنه يفكر أنه يبدل حياته كنت كنحاول نقنعه واخرها كانت شوية صعيبة عنده الدعوة في اللغات حتى إذا زي ما بغي يمشي لها تنتخيلها ببال المهم قيت معا حتى تدفع وترفض النوب لولا النوب الثانية وفي الثالثة تيسترات له وبدأت يخدم ولي عنده واحد تمال هو محدد ووقت محدد وغادي يخدم فيه لمدة 3 شهور حتى لأربع شهور من بعد غادي يدفع لواحد القطاع خاص وسهل إليمه لنا وتتقبل أنا مبعده بشي ست شهور دفعت لنفس القطاع وعيطه عليا وتقبلت فيه بدينا بزوج بعقد اللي كانت مؤقتة وكنا خدمين بنيتنا تقبلنا كملنا معهم وكل واحد فينا وشنو كانت الخدمة دياله هو غادي بدفع في 2017 وأنا غادي في 2018 في العام ديالنا اللول في الخدمة قبل ما نترسمه مبقى عند الوعد دياله والأم دياله كانت تعرف مزيان وعرفات بالعلاقة ديالنا وكانت ليهدابة منين سهل عليكم الله وليدي وخدمته ونوعا ما مستقر المادي يمكنكم أنكم تبدو حياتكم منصف صفر أنا سأت نتكلم مع الوالدين تاديك البنت ونخطبوها وديك الساعة يسهل مولانا فعلا ديالك شالي كان جاءت الأم دياله عند ماما وداز كل شي مزيان من بعد هو جاء عند بابا وستقبلناه وقلس مع بابا واخوتي بابا عشبو بزاف لأنه شاف في واحد السيد اللي هو معقول وما بغي شي تفلى وما جاقصدني حتى حص براسه بللي أنه راه واجد وما كان بابا لم يقلب لأي شي أكثر والحمد لله أنا وليدي ليس مدين واخوة كانوا عارفين بللي أنه ينتم للأسرة اللي كان سعلاق للحال المهم كيف فقلت لكم أننا سنبدأ من صفر حتى وليدي لا يتحدث لأمور ستوافقوا وعلى فوق سنقوموا العقد وقال ليه بابا بما أنكم ستبقوا مخطو بين هذه الساعة ودخلوا وتخرجوا مع بعض لكي تقلبوا لكي تسكنوا من الأحسن أنكم تضيعوا العقد لكي لا تكتروا كلام الناس وحتى أنتم تخرجوا ودخلوا ودخلوا ما سيكون الأم ستخطبني في شهر سبعة واتفقنا بأنه سيكون مور ساعة في 2018 العيد سيأتي من شهر 8 حددنا نهار ودخلوا الصدق ودخلوا من حفيلة العائلة ودخلوا ودخلوا وصفت عاونوا وعاونوا ودخلوا وعاونتهم ومتطلبات لم يكن بأسبب أمور رمزية الختم الزواج فالأغلبية أنا وشرتهم وما كان لدينا مشكلة كنت واضحين كنت نعرف عليه كل شيء وكذلك هو وقدرنا نزوجه ومبدوحياتنا وفلوس صداقي سوف يعطيهم لي من ذلك الشيء الذي نوفره وحيث لا كانوا اهم مني قد اننا نجمعوا ونديروا دارنا ونفرشوها الى ماء اخرى سوف نرجعوا من ذلك الصندوق التوفير اللي كنت ادرى انا وياه من بعد ما تكتبنا في شهر سعود من 2018 واللي نتا نقلبه على الدار بشوية بشوية وما كان سهل في الصراحة في نفس العام سوف يترسم وحتى انا ترسمت سوف يدفع الكريدي وربي سوف يصرف دوارة اللي كنا موافقين عليها بزوج وراضين عليها وحتى الوليدين كذلك توكلنا على الله وسبقنا في الدار واحد المبلغ اللي كنا تنجمعوه من ذلك صندوق التوفير ديالنا وقلصنا واحدة ربع شهور باش خرج لنا الكريدي في شهر 8 2019 اخذينا السورسات انتها دارنا طبيعة الحال خاوية ما فيها والو وبدينا كنفكروا كل مرة نحطوا شي حاجة في الدار فلوس اللي بقوا لنا خذينا ماكينة تصبين تلاجا خذينا المطلة وبالينا كنولفو مرة مرة انا نمشو لديك الدوارة وهي مازال ما كاملاش كنا تمشو الاخر الاسبوع او لا مرة مرة وسط الاسبوع بدمولفنا بابا غادي عاوني واحد شوية وفرشناها وقدنا بيت من عاس وهنا قررنا باش انا ما نتحولوش لهذه الساعة حتى ناخده الطموبيل هنا غادي تبدال قصة او ثاني ديال الطموبيل بما انا هو اللي تكلف بكريدي ديال الدار وانا حيتيش ما كان عندي حتى شي كريدي غادي نقترح عليه انني ناخد كريدي من البنكة وانشريو بي واحد طموبيل على قصة اللي نبدو بها حياتنا وانا ذاك ما كانش موافقة على اننا نشريو هاد طموبيل اللي كانت مستعملة علش حتى ما ناخدهش حتى احنا وحدان يتبقى جديدة يعني انا ناخد شوية ديال الكريدي او غادي تسلف شي شوية وغادي مشوعه تاني ناخد الطموبيل طموبيل اللي كان جديدة كنت ضد حتى غادي يجينا هاد شي كتير فعلا خديت المبلغ وحته واخد المبلغ وغادي ناخد واحد السيارة اللي كان جديدة وكان كل شي مزيان وكنا في قمة الفرحة ديالنا وقادر نسيروا راسنا وتحولنا بزوج لدارنا في شهر زوج 2020 وغادي يجي كوفيد وهاد الفترة بالعكس ما كانش عالي نحنا شي حاجة ليه خيبة غادي نتعرفو فيهاك اكثر على بعضياتنا وخاكلنا على علاقة ديال الخمس سنين من قبل الزواج ولايني ما كانش فيها حتيكاك بحال ديال الزواج في انتيبال الاصل والمعدن تاع كلها واحد المهم في هذا الوقت بديت انكتشف فعلا هاد السيد بلي اخلاقو وطبعو ما تتبتل محتى شي حاجة اه كانوا فيه صراحة شي حويج ما تيعجبوني بحال انه ما كيعاونيش في الدار فيما يخص تقضية او للكوزينة وانا اللي كنت مكلفة وكان بني انه هاكا كان داير في دارهم مع واليديه وقتان اعتبالي انه هو هاكا داير وما غاديشي تبتل بلا منح مقراسي قلت الحمدلله حيتاش معايا هو في حويج واحد اخرين اتشي ماشي مهم كملنا بحال هاكاك تنمشي وكنجو مع بعضنا الخدمة كانت يوصلني الصباح والعشية كانت تيجي من مورايا وهاكا كانت حياتنا غاديا غاديين جايين مرة عند الوالدين مرة هم عندنا الى ما اخره وصلت واحد الفترة من حياتنا تلقوا راتنا باللي اننا نكمل الشهر غير بالزز لانه كانت عنده طريطة ديال الدار وانا كانت عندي موبيل وكننا تنفروا واحد المقدار باش انه يرجع من عند من سلف كنا منظمين لمصاريف ديولنا ومطا بالدروش وعايشين على قدنا لا في التقضية ولا حتى في الخروج ولا في الصفار وحتى بالنسبة للفكرة ديال الولاد كنا مأجلين هاد القضية نهائيا قلنا بلتي حتى تدوز واحد عامين ولا ثلاث اثنين وديك الساعة عاد نفكروا فيها فعلا ذاك شي اللي كان كنت كان ناخد حبوب منع الحامل باش انه ما يوقع حتى شي خطأ حتى غادي نحمل في 2021 شهر تسعود لكن قبل منها لمدة سانة كنت حابس الحبوب وما جابش الله وبديت كان تسائل يك ما كان شي خلال عندي وقررت انني نمشي انا وياه نشوفه الطبيل باش نعرفو واش كل شي مزيان واش كل شي هو هادك وفي الحقيقة ما كان شي شوق ما بيناتنا بلي ان انا باغي الولاد ولكن خدينا ذاك القرار بزوج انا نحبس ماني الحمل هالتفاصيل قدروا يجيوكم بايخين وليتني من بعد غادي تفهموه لش كان نشارك معكم هاد الامور مشينا شفنا الطبيب فعلا وكل شي كان بخير من طرف ديالنا بزوج وطلبت مني الطبيبة باش انا نزيد ونصبرو شي شوية وهاد شي غادي وقع في شهر سبعة ديال 2021 مراهم شهرين غادي نفيقوا هاد الصباح غادي ندر التاست ديال الحمل ولقيتو باللي انه ايجابي وبطبيعة الحال فرحت احتوي بحي اللي كان حاس بيا لانني لقيتو فايق وغادي سولني واش درتي التاست اه اراه ايجابي فرحنا وديك ساعة غادي نعيطه على ماما في الصباح حيتاش عارفناها كاسفق بكري وفرحناها وهي كانت اكثر واحدة متشوق الولاد وكانت قولي يا كنت طلب من الله انني نشوفوا ليداتكم قبل ما نموت ذاس الفترة ديال الحمل اللي كانت عادية وما كانش صعيبة وكان مهلفية وتيشري ديال اللي بغيت هاد تفاصيل هتا هي باش تعرفوا الشخصية ديالو كيفاش كانت كان واحد الانسان اللي هو متفهم نوعا ما وماشي متطلب كانت طبع ديالو شوية صعيب مثلا اذا تناقشنا انه ما تيقولش ذاك شي اللي دارو ولا شنو عندو تتفضل انه متخاسمه نقطعو الهضرة على انه يدوي ويحل المشكلة ديالو من فوق من الطبلة خاص دائما اذا وقع اي نقاش وحتى اذا كان هو غالط عمرو ما تيجي من عندو المبادرة باش اننا نحلو المشكل ونزيدكم راي قدر يبقى بحلاك حتى السيمانة وحتى الزوج او اكثر ما عندوش المشكل حاو ثاني غالي نتقبل هاد الامر وشي مرات ما تنقدرش تنحس بالحقراب اللي اناني تضلمت وما ما كانت تقبلهاش على راسي وكان بخا ما كان دويش معها فترة ولكن تنبقى تنقول حتى التاليين وكل قراصي خاص ننفتحه في الموضوع وندوي معاه بالنسبة للخدمة ديالي كتحتم عليا انا انجلس من الخدمة من سبع شهر ونص ديال الحمالة ديالي فعلا غادي انجلس في النص ديال شهر رمضان وهو بده كيمشي وكي يجيب بوحده حيث انا ما بقيتش خدامة في شهر خمسة واحد الصباح غادي فيق باش انه يمشي الخدمة وكان ينفق معاه وقالي انا 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 امشي للصال النيشان ما غاديش انجلس من الدر هو اللوول انا ادخلني الشك في تلك اللحظة لصال قريبة من الدر وخدمة بعيدة واباش انه يمشي بالحويج ديال الخدمة لصال جاتني فشكل حيث انا انا اتعرف عليه انه لا تريحوش هذه القضية ذاك الصباح تنشوف السيد وقته ديال الخدمة قرب ووما مزروش ومشوية عليه وقلت له مش حليك الحال يقول لي لا ارى عندنا هادي وهادي في واحد الصنطر وما غاديش مشي بكري ولماذا ما قلت لي؟ للا ارى حيث عادي الله وصلني واحد المساج البارح بالليل من عند المسؤول ما عليناش انا شكيت فيه وصف وليني شكي كان في المحل دياله وهنا عاد غادي سبتا قصي غادي دخل المحل هذا عزكم الله وغادي نقلب لي السك دياله اللي فعلا في يوم الحويج دياله صال ولكن هزمعه حويج ديال الخروج وهذا شي كان غريب حيث هزمعه غير الحويج نساعد الدار خرج وصولته ليش هاد الحويج واجهته ديال الساعة لا راني هزيت مهم معايا قلت اذا زعم ساليس بكريم الخدمة ننبسهم باش نكون مرتاح هذا كي تفت فعلية وكيف قلت لكم هاد شرع ماشي من عادته اهي وصافي وخا خرج من الدار بطبيعة الحال غادي خرج معطل على الساعة ديال الخدمة فبديت كان عييه اللاجونس اللي وقت دام فيها ما عييتش على اساس انني مراتو ولكن غير باش نتأكد واش عندو دك شيء اللي كان قليل اللي غادي لي ما جاوبوا ليتشي حد وغادي نعيطل واحد السيدة اللي خدمة معايا انها تكلف بهذا الامر غادي نعطيه شيء معلومات وشي كود انها تحل باسي ودخليهم من واحد السيد وتجيب لي اخباره حيث كان عندي الكود والمعلومات عليه حيث تخدمين في نفس القطع الخاص غادي نكتشف باللي انه سيد دير سيتيفيكا ديال انه مريض لمدة يومين النهار اللي شكيت فيه كان هو النهار الثاني والنهار اللي مقبل منه كان تخرج على اساس انه صباح غادي لخدمة ديك الساعة غادي نهز التليفون ديالي عيطله ما نكذبش عليكم ردت الفعل ديالي كنت كان قوت في التليفون واش محش متيش انك تكذب عليها انت دير سيرتيفيكا قال لي اه منيجبتها دادرة كيف منيجبتها؟ رعني شفتها بعيني ما تتوقعش نهائيا بلي غادي نجيب خبر اللي كان مؤكد المهم بقي صغير كان خاصم عليه حشو ما عليك وانا وحلاف روحي وما بقى لي اوالو علما انه ديك الوقت كنا عاديين وما بينا حتى مشاكل قطعت عليه وبدأك عيط ما نجاوبش سنخرج من الدار ونشت الطاكسي ومشي نقلس حد البحر فطرت تصليت بوحد صديقة مقربة لي وعاودت لها بدتك تصبرني وربما عنده شيء حاجة ما قدتش يقولها لك ربما محتاج يقلس مع راسه بدتك تلقى لي الأعضار انا ما تقبلت ذلك شيء لدار حيث عقلي بدك يوسوس لي وربما هو في شيء علاقة او لتي يدير شيء حاجة وربما هذه وهذه اللي خلاته انه ما يصار حنيش المهم بقيت النار كامل خرجه من الدار وسيحاول انه يدوي لي وما كان نجاوبش بقيت في واحد القهوة ومشيت تمشيت حتى برد فينك نجي عندك لما تجيش عندي حيث انا مراجعش للدار اخويا لا وصفي وكبر عقليك اه لا تخليش شيطان يدير اللي يبغى نجاو ونشرح لك قول لي غير فينك نجيل عندك دابة بلا ما تصدع راسك انا راني ما جايش للدار فعلا خلاني على خاطري ومشيت عند ماما بلا ما نعود لها شي حاجة وهالي كانت قاعدة فيها من ديما ما كان عودش لي بينه وبينه وحتنتوا مخصكم بديروها في حياتكم لانا وانا ذاك المشاكل ما كتكبرش وما كيبقاش كل واحد يرغي بلغاه نقدر نشكي على الام دياله اللي هي انسانة ضريفة والله عمرها ضار وقريبة مني وما نعودش الوليدية حيتاش ربما غديفوت المشكيل ويقدروا ما يسامحوش وطبقة الصورة ديالهم عنده مهزوزة وما يتفهموش الوضعية لكن الام دياله كتتعرفو حيتاش ولده هادك المهم انا بتديك الليلة مع ماما لقد قرر بيخرج من الخدمة ويتصل بي امال انا جاي لعندك كتابة نهزك من داركم ويجد راسكراني قربت قلت الله ينعج الشيطان لانا وفي ذلك الفترة ما بقى لي اولو نولد خاصني نكون في داري حدا حواجي فعلا جعل عندي وانا كنت واخدة منه موقف ما كان دويش معه في الطريق كاملة هو تيحاول انا ويشد ليا فيدي سمحي ليا راني مقصد شباش نديلك بحال هككك راني غير حسيت براسي مخنوق ومخلع من المسؤولي اللي جاية وتنقول بلي اناني ماشي قده واخا ماشي مشكل ولا حتى عباد الشي اللي قلتي ولكن علش تكدب علي وتخرج الصباح على اساس انك غادي الخدمة وانت ما غاديش تمام في كوتش كاتمشي لا راني البارح مشيت غير حدا البحر تقاويت ومشيت الله الصال وهذي وهذي عاتبته واحد شوية ولكن صافي ضغيان سيته سامح ربما اللي قال عنده في الحق ومنحقه انه يرتاح ويخلدك شو بينه وبين راسه ما علينه من مراهب اسابيع وولدت ولادة قيصرية بنتي وتعذبت ووقفت معايا ماما وماما حتى وقت علاج لي واخد واحد زوجي الاسابيع قدرنا اسبوع وداد كل شي مزيان فاش غادي رجع للخدمة غادي جي كورونا حتى قلت غادي مشي فيها تقطع لي الوكسيجين وغادي نعيط على الاسعافات المهم داز كل شي على خير واخا كنت داز علي فطرة لي صعيبة خصوصا وانا بقى نفيسة علم ان انه نفيسة كتكون في ديك المرحلة ما بعد الولادة جيد تحساسة وكتحتاج واحد دعم لي هو كبير لانه الهورمونات كيكونوا مخربقين ويكونوا حد روتين جديد مع البيب جديد هاد الفطرة هو بقى غادي خدمته جاي منها غادي اللاصال وانا ما تنحكرش عنيه وتنحاول انني ندير مافجهدي انا اهتم به لانا قبل الولادة كنت مهتمة به وبالساف واللي بغايا انا انا اللي كنديرها لي واذا كنجي من الخدمة انا كندخور كندوش كنتنقى كنطلف راسي باش انا ما نخليش يشوفني في واحد صورة نتاع التعاب تنقض الماكلة مرة كيشد بنتو مرة كيخليها لي المهم المهم كان عندي انا داك الحق في تلتشهور دي الرحم بعد الولادة باش انا نرجع ويكن بعد مشاورات انا وياه قررت انني نطول كنجي دي الاموما من اجل بنتي واقع قد نتخلص غير نصف دي السالير المهم انه هون بقى مع بنتي حيث انا محتاجة انني نرتاح وهي محتاجة اني حيث بقى صغيرة فعلا قدرت الطلاب وقلست 6 شهور ولدت في شهر 6 ونرجع نخدم في شهر 12 والام دياله هي اللي غادي تكلف انها تربي لي بنتي بالارادة ديالها وحيش اش كان عارفها وكان عرف طبيعها فكنت مرتاحة من هذه الناحية الحدابة كانت الامور ميسرة مزيان نهار رجعت الخدمتي بديت كنحس بلي انه السيد بدك ياخد المسافة مني وما بقىش يقرب ليه ولا حتى يعود ليه وبديت كنحس بالتغير ذيك الفترة فاشر رجعت الخدمة جاتني قاسحة ما حاولش انني نفهم علش هو تبتل لانه كانت نفسي تأثره انني نفرق بنتي بمدة على السن ديال 6 شهر وايضا حيث نقول تيشوفوا كيفاش نفسي يديالي وكيفاش انا وكيفاش تتلقى في هذه الفترة وما تحاول انه يدير شي حاجة بقى في الحال واحد نار في الأسبوع ديالي في الخدمة كيف هو غادي يوصل غادي نصفت له كيف العادة وش وصلت على خير شوية قال لي انا ما تنحش براسي مزيان وكنت نحس براسي مخنوقة مع التغيرات اللي وقعونا في حياتنا وتنحس براسي بلياناني ماشي هي ما تنصفروا واحد الويكند وتبقى بنتنا عند ماماك سوف نغيروا الجو باش نتقربوا بعضياتنا لا لا واشنو الحل؟ طلاق كيفاش طلاق؟ لارا سولتك وش الحل اللي تبليك هو طلاق؟ قلت لي وش تستيتي؟ شو كون دول على طلاق او لا انا تنقول لك نلقى وحل انا نخرجو نصفروا نجددوا العلاقة مع بيناتنا او لا اصير صافروا او اخرج ببحدك فين كلمة مشكلة بالطبط بدأت معاك نحاول نجبد منه الهضراء ما بغاش يعطني شراس الخيط شفت حتى عييت وقلت لي هاد الهضراء ماشي دي الواتساب سير خدم وانا قادي نمشي نخدم والعشية نتلقى ويكون خير في اعلان ذاك شي اللي غادي يكون؟ تلقينا بالعشية وقلت لها شنو المشكل والشي حاجة انا فيها تغيرت ومضيتش لها البال قل لي شنو كاين؟ قل لي انا واحد الفطرة في حياتي قل لي معي الشاش وكان احساب راسي انني زربت وتزوجت وكان احساب راسي باللي انني ماشي مرتاح اكيد في تلك اللحظة بقيت مصدومة وتمكي كيفاش ما عشتيش حياتك؟ شو بغيت يعني؟ زعما ما صافرت ما خرجت ما درت كيف ما انا بغيت قاعد دالي كان عرف ممزوجينش وديل ريوسهم حرين وكيديروا اللي بغاو ولكن اخويا وشونا خنقاك تنقول لك ما تخرج واشي دا خرج تيوش كام بقاتبعك وكانت تلك الطيارة وكانت تقول لك شو كدير يك عمرني مزيارتك وعمر ما كان بناتنا مشكلة وهذا الشرك عارفه مزيان شو اللي يخليك تقول لك هذا الكلام اليوم؟ احنا يالله والدي نزعمه واختنا بزاف ديال حويج وجي دا بنتا تقول لي هذا الكلام شو السبب الحقيقي؟ المهم الكلامي تخرج من فمه غير مقنع وتقول لي غير انا اراني ما عشتش حياتي اللي نسيت ما قلت لكم انه دوجنا هو عنده 26 وانا عندي 25 عمر ما كان عنده شي صاحب مقرب وكانت يمشي معه مره 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 القهوة ولا اولاد الحي وماشي صاحبوه ديال بالصحة الوقت كله اللي تعارفنا على بعضنا كنا كل شي كان ديره مجموعين وما كانش عندنا مساحة المهم ديك الصاحب بقيت مصدومة وتنبكي بحرقة كبيرة حياتش ما تقبلتاش كنت كنشوف فيه كيفاش شي بغيني وتيحتار مني ويشوفيها وكيفاش ما يقدرش يدير شي حاجة بلا ما يشاورني وما عمر شاف مني شي عيب بسيط اللي يخليه يقول ذلك الكلام اخترح سعليه واش نديره استراحة نبعده على بعضياتنا ونسال قصة ديالطلق لأنه ما في المصلحة ديالتاشي واحد ذيك الوقت بقيت تنعيش في واحد العذاب ما نقول لكم مشا مني الحليب وما ما اللحظت بلي انا وشي حاجة كينا وهنا غادي نعود لها شنو كينا ما تقبلتش الفكرة وما يمكنش هادشي وكي نشوفه كيفاش كي يبغيك وكيتصرف معك ويعاملك ما يمكنش والدي يدير لك بحال هذا الشي يكمجه شي اكتئاب يكمجه شي عين أو شي سحر اللي ترامى بيناتكم المهم الانسان فاش تيطاح في شي حاجة بحال المواقف اللي مكتطحش على البال تيبقى يرضي المسؤولي على العين ولا السحر ولا شي حاجة ما علناش فهذا الفترة حاولت انني ما نجبتش مع بزا فهذا الموضوع واحد اللي لك نبيتين عندهم في الدار فاذا بيا غادي نهز التليفون ديالو غادي نقلبه عما باللي انني عمرني عمرني مدرتها منهار عرفته ولو انني عارفها الكود متاع التليفون ديالو هزي التليفون ديك الساعة بالليل اللي كان هو ناعس حلية الواتطاب حلية الفيسبوك نهلت الشيطان يا امال الله بغيت نحطك التليفون بلتج ندخل للجورنال وانا نلقى الاسم ديال واحد البنت ندخل شحل دوا معها لقيت الساعة واربع ديال الهضرة ديك الساعة فهمت باللي انه كينا شي حاجة روخة تكون الزميلة ديالك في الخدمة او معريفة او مكان اشنو غادي يقول هاد الراجل مع وحدة في التليفون في هاد المدة كاملة وهو مزوج قلت ما غاديش نواجه دخلت الواتطاب قلبت عليها ولقيت باللي كان مجمع معها ولكن كان كل شي ممسوح فهمت باللي انه كينا شي حاجة لهاد السي تي خبيع لي وقدر من المورايا في ديك المدة كانوا تغييرات في الطريقة ديال المعاملة ديالو انا وكيشت التليفون ومتيحيدوش من يديه ويبقى قرس في الصالون بوحده واذا دخل الحمام اعزاكم الله تبقى بيه ساعة ديال المقانة من يتكن بحث على ديك السينا فاذا بيها هي خدامة معها في ديك القطاع دخلت قلبت عليها واجبت المعلومات ديولها كاملين وبدأت نقول خاصة نواجهه ومن كدبش عليكم ما صبرتش تقدر تشلح لي افلان ديك المكالمة اللي فيها ساعة وربع مع فلانا هنا مكالمة امال في ديال راسو زعمرة ما عارفوا نهار الفلان فلاني علما انك انسان ما عندوش مع التليفون وغير اذا كانت شي مناسبة كانت دابزو باش تبرك ذيك المناسبة المعني بالامر فشو اللي يخليك دابة انك تجمع هذا الوقت كله مع مرة وانت مزوجه وعندك بنت عارفته من وجهه بدك يتبتل وغير يكتبع لي وقال لي اه اللي راه غير صفتها من القطاع واحد اخر وعطت لي وبدت تشكيع لي اول كدبة بعدها ماشي هي اللي معي طالك انت اللي معي طلع اخويا لرسونات على اليوم جوبتش ودويتليها واخا ما كان المشكل كل شي قليل حل والجواب ذات راسي يقتو كل مرة تبليا مساجات تدولها طالعين في التليفون انا ذاك ما قلت والو الماماه حتش قلت حتى نشوفو فين غدي وصل هادش كله سنكتشف بلي وانا في عطلة دي الاموما دي كان هو تيوصل لها الخدمة وهو اللي غلي اعترف بها عن خطأ قلية كنت بغيت نجيب البنتي الحليب ولقيتها وهزيتها قربتها شوية كان كتشف بلي انه كانت يهزة كل نهار وماشي حتش طريقه هذيك فشرجعت للخدمة وهو تبتلع لي حتش سيد ولا مزير ما قادرش يبقى على راحته وفي ذاك الفترة كانت قدمت الاستقالة ديالا حتش بغى تكمل قريتها وهذه المعلومات قلت لي ارى واحد صاحبتي في الخدمة تقبلت في هذه الجامعة سنتمشي لها زعمتي يعود لي عليها عائلتنا اللي كوناها بدأت كتباليه تقيل عليه وبزاف وما بقاش قادر عليها وغاد ينوت ثاني وقال لي ما بقاش نحس براسي مزيان نفس الموال اجين تفاهموا كل واحد فينا ياخذ حقه من هذا الشيء اللي عندنا مجموعين ومن صلاح شو نكون مزوج قلت نفكر وندورها في مخي وقلت عشي شنو نتشاور مع اخويا قبل والدية فعلا لقيته وعودت له وحتوه بطبيعة الحال تصدم لي انه بالنسبة للجامعة كنا واحد الكوب اللي هو مثالي ما عندوش مشاكل وكل شي باخير قل ليشو كتقطرحي واش بغيت يمشي ندوي معاه نشوف شمين مشكل عندو والله ما عرفت خلي حتى نشوف اللي ام ديالو كتظر معاه كان كي يقول لها نفس الجواب وباللي انه باللي ما بقيش كنحس بحت شي حاجة مجيدة فهذه الفترة كنت سكنا انا وياه في دارو احدى بحجزوش كارين مع بعضياتهم هو في صالون وانا في بيت الناس فرقين المكلة وما كان دويوش حدوش يوصلني الصباح ويجيبني في العشية من غير هذا الشي ما كينوالو قال يا اخويا انا مبلي حتى شي حد كبير اللي قدر ندوي معاه فعائلته اللي يقدر انه يسمع منه انا غديمشي ندوي معاه نشان فعلا تصل به وقال لي نتلقاو واخا غديديرو في القهوة من بعد ما اتلقاو واخويا دوليا وقال لي يا اختي امال سيقول لك زوج دي الكلمات سمحي لي ولكن هاد خينا مع مزوجانتي رابرهوش والهضراء اللي تقول رابرهوش قال لي انا مبقاش كنحس بحت شي حاجة مع اختك قال لي الهضراء اللي تقول اراها بزاف قال لي انا بغيت نعيش حياتي انا بغيت نجرب بنات واحدة اخرين وما يمكنش الهضراء اللي كانت يقولي بوجور حمر انا فاش سمعت الهضراء اللي قال ليه راني كتر من تصدمت لانه كون عرفت غادي يقول هاد الهضراء الخويا ما نخليش يتلقا بيه لانه اخويا واحد انسان اللي هو معقول وما كيتفهمش هاد الامور وكان بحل بياه على خوت تقول الحمدلله انه قدر يتحكم فلاصف ديك الوقت وما دار ليهواله قال لي يا اخويا اعطني غير الدور الخضر وغادي نفرجك فيه على النهار اللي فكر انه يدير لك بحلاكة غادي نعود لماما وكلفنا اخويا هو اللي عاود لبابا اللي بدوره غادي يتصل بابا اللي كان حضر جسديا ولا اني الهيب على ولاده ولا السلطة ما كانش كانت غير عند الام فقط بديتك نعيش في صراع نفسي كبير وبزاف ما تقدرش تخيلوه بقيت مدة تلقى له اعضار ربما هادشي لي دارو رافق منطقته حتى توقف عليا وقال يا شنو هم الحقوق ديالك اللي بغيت يا امال وصلنا لهاد الشي الدار ما غاديش نخرج منها وخا بسميتك حتى انا حتى انا حتى ارزقي فيها يا اما فلان تردلي الفلوس اللي خسرت يا اما غادي نبقاسك نهنا والطموبيل حتى في سميتي غادي ناخده ونرجع لدك صاحبك الفلوس من عند من خديتيهم وغادي نبيعه ونخلص الكريدي اللي عندي اه هيك بغا تغرقيني لا انت اللي بغي تغرق راسك وخا زهدو مشا فالشاف راسو بلي انا وهادشي ما غاديش يقدع ليه وبزاف ديال المصاريف في فترة خلاني بحلاكك تجا واحد النهار وقال لي اه سمحي ليه وديك سمحي ليه كانت باردة اجيز عما نسا ونرجعه قلت لي لا سمح ليه ما كينش اجي نرجعه خاصني هو اللي نفهم علاش نتادرتي بحلاكك ولا عرفتي شنو يصبح ويفتح لا غاديدت معا انا نمشي وشيقه وندوع لخطرنا وهنا غاديدك نسولو نفس الاسئلة باش نعرف شنو كين حيتيش عقلي مازال ما استوعبش كيفاش قدرتي تبتل ما بين الليلة ونهار بحلاككة بعد ما دينا ووجبنا في الهضراء غادي اعترف ليه بديك السيدة فعلا ليكن شكا فيها بلي انا هولا كيف يفكر فيها وبزاف قال ليه بلي انا نيو اللي تمد من انا ندوي معاها وليت كنحلم بيها بحيل ذيك الصورة اللي رسم في خيالي على الانسان اللي بغيت لقيته فيها هي ولكم ان تتخيلوا اذا قل لك راجلك هذ الكلام شنو غاديديري الراجل اللي سبرتي معاه وبدتي معاه من الحاضي وقبلت لي على كل شيء بحيث اخشى لي يموس في قلبي وشديت فرسي قال لي انا عارب لي انا ودي شيء صعيب انا كتسمعيه ولكن انا صراحتك حيث انتي بغيت صراحة وبغيتك تعاونيني انا ننسى ونجعو كيف كنا وبغيتمشي في حالي يا اخويا ندنا تركو اللي تحاول انه بغيتش يفيد ويدوي معاي ولكن جاتني الصدمة وما تتقبلش جينا للدارك وموضال عشاء مبغيتش انتعش وعفاك اللي ارحم منك الوالدين يبص لي راسي ويدي سوف نحاول انا ننسى وخا صعيب ونحاول نبيلي باللي راني كننسى وشهر ثلاثة سافرنا الواحد المناسبة انت اخته ارجعنا الجرمدان وسيتبت العيام الجديد اعود ثاني عادة حليمة الى عادتها القديمة سوف يأخذ مسافة مني والهدرة قليلة باختصار مفيد لبثات الاحداث اللي حاولت فيهم انني نراضيه وهو تيهرب وخل خطأ منه تلك الوحيد النهار بلعشيه كنت ركبه في الموبيل الور مع بنتي وهو كان صايق حطت احده التليفون وغاد يوصل له واحد المساج بسمية ذيك البنت بقيت كان قولوه شفت مزيان او لا قد اخلني اشتك باللي انهو رجع كيدو معه مواجهتوش دازدك الاسبوع والامور على حالها وانا نحاول انني نحافظ على تصرفات ديالي انهم يكونوا مزيانين معه حتى نشوفه فين بغى يوصل حتى الوحيد الليلة سيضع التليفون فوق الطبلة وبنت لي صفتات له وهنا مقاطة شنزي الراسي انكدبش عليكم غودت عليه وسبيته باللينة ما شير راجل وش ماته وعيب عليك الى ما اخيره خديت السارة وتنزع التوم موبيل انا راني غادي مبيعه وما تبقى اشتهزه وغدته غادي تهزز حوية اشكالية وتمشي في حارك حتى تدل اجراءات ديالك وديك ساح انتفاهموه لكل شيء قلت لي عيت على وليديه انهم يأتي وقلت له مش مكاين وقلوا يدوين معاه ولكن لا حياته لمنتونادي خرجت انا مع الباب فاذا بي كان سمعت يقول الام دياله نفسيتي ارى ما بقيتش مرتاحة مع هاد السيدة ما بقيتش بغي نكمل معاه انا بغي نكون دياله راسي قل بزاف ديال الحوايج اللي تيجرحو وليك يخليه شيحد انه يحس بلي انه ما عنده لا قيمة ولا كرامة ولا حتى نفس رجعت اللور بكيت حتى برد وجمعت لقفة وقلت لانا خاسك تجمعي راسك خاسك تكوني قوية اعلاق بلك وعلاق بالولدك والحمد لله بخدمتي وليديا واقفين معايا حاولت نشوف الامور بالواجهة الإيجابية ونقول الحمد لله باش انا نقدر نتقبل ذاك الشي اللي حطني في هاد السيدة سيدخل معايا في مفاوضات في الامور ماديا اللي مشاركينا بزوج وفي النفاقة وغادي حط الشروط اللي هو بغا بقيت تنفكر تشاورت مع وليديا تشاورت مع عشحام واحد في المحايد ديالي مشيت عنده قلت لي بني اسبه الطوموبيل لقيت الحل غادي تبقى عندك أسبوع وانا عندي أسبوع نضهوا دوام عمو وقال لي رحيدت لي الطوموبيل دوات لي على أساس انها بغا تهاجمني وعطتها علش كتقلب بطبيعة الحال بآدب واحترام نجي شافت راسها باللي هي غلطانة بدأت كتبرد غادي مشي عنده الله يخليك فلان المرة الجاية حوار دار ما بيني وما بينك يبقى هنا حيث ماشي في الصالح انت احتشي حد فينا ان انا نخرج للعيب ولا شيء أمور اللي ماشي مزيانين على قبل ذلك البنت اللي جمعانا ودابا اجي نظرو اللي فهوة أساسي يا إما تديد لي العقد للدار و تخلي علي المدة ثلاثين بيد ما لقيت فيه نمشي يا إما تعطني الدار و نكملها أنا إما ترجع لي فلوسي اللي كانت تقسم معك بهم الطريطات اللي كنت نخلص في الفراش والماكينة و نمتع الدار و ذلك شيء كامل و النافقة نتاع والدي المحكامة اللي غادي تحددها ماشي انت او لا انا و اذا وافقتي نمشي و ندير طلاق اللي هو اتفاقي نمشي و عند كاتب العدلي باش يكون ذلك شيء مصدق عليه باش حتى شيء حد ما يضع فينا كيفاش دابانت يدقلسي في الدار ثلاث سنين و انا نخلص طريطات الراسي و نزيدك النفقة و والدية مخلونيش نجيل عندهم شو غادي بقالي انا باش غادي نييش غادي نضطر انا انا نخرج نقلب على الكرة و انا الصالر ديلي ما كافي نيش ذكيت شكالية اخويا لاشتد قولي هذا الشيء كان عليك تفكر فين النهار اللول فاش كنتي كنت تفكر في الطلاق اللي عراني قلتوليك و وفقتي مرحبة ما وفقتيش سر المحكامة و باش مما وفقات المحكامة انا غادي نديره معك و سنخرجون من باب واسع صافي سأعطيك الدار ولا ينعطني بيس انني نحط في حويجي و نسكن فيه بقيت مصدومة كان نشوف فيه و نضحاك من نيتك وش انت بعقلك نحن مطلقين و عايشين في دار وحدة بادين ولا عقل ولا حتى تقاليد قابلين عليها و وراء والدية مخلونيش نعيش معهم ذك الشيتي يبقى شغلك انت راجع ليك انت انا ماشي سوقي المهم تيدخل و تخرج في الهضراء لا يشكل ذلك بالطموبيل. ساخي غير بيس انا و صافي و لم يقرأ انا و يصابي و يصبح كل مادية يتبقى عليه المهم رغمت بها و بقينة جالسة جميعاً في الدار و كل المهم استغللت الفرصة اصدقى الديف بالطموبيل والان سوق بحضوه حتى يكون ساخذ و انظر الاغراض قد نوجد نفسيا لكي نكون مستقل وولدا سنشرط عليه مبلغ لولدا الذي اعطاه لها ليس نجري اتفاقي على النافقة والزيارة امتى تكون وهنا بقت الخطوة دياله باش انه يمشي حطها في المحكامة بقينا بحال هكاك خلاليه الطموبيل وانا اللي غدي نتكلف بها غدي نلاحظ من نهارك تبنا اطلق الاتفاقي السلوك دياله في هزيتي واحد وحطيتي واحد ولا يهتم بيها ولا يسول فيها على ولده ولا كي يحاولي يجبد معي اي موضوع غير باش يدوي معي انا لا حياتي لي من تنادي ما مسوقاش ليه غدي ناخد الكنجر ديالي فشهر تسعود وغدي نفكر للمرة التان واش دفعتي الضوصين للمحكامة اطلاق قد يبلي ما سالاش غالي نعيس بنتي وقلت لها ارد البال لها انا خارجة نقضي شي غراض وقف علي مضيع النقني ويبوس لي يا فراسي سمحي لي وانا من كتبش عليكم ما حملتوش انا داك بغيتو غير بعدالية جاب لي الله بحشي واحد قبراني ما كان عارفوش كي يقرب مني غالي ندور في عطاني تساع اجي نصافروا بزوج واجي نخليوا البنت عن جداها حديثة نقول لي خير بعيد مني وقف لي احد الباب احبسني بعد عشرات دي قدرت انا خرج واغبرت واحد ساعة دي لما كانت اركبت في الموبيل وحسيت براسيم خربقة وما عرفش ماذا خاصة ندير مشيت قضيت الاغراض ديولي لغد لي عزيت بنتي ومشيت لدارنا وعودت لي ومشنو كعين طبيعة الحياة ما عمرني قلت لي هم باللي انه حصلتو كي يدر مع البنت ولا مع البنت ولا ولا غداك الشي سطحي كيفاش انا اعطي فرصة واحدة اخرى وعطيتو فرصة من قبل وما احترموش شكون ضمنوا لي انه ما يعودش لي نفس الحاجة هو غاديق نعني بزاف ديالن وقال لي بلي انه نادم وسمح لي في موبيل وفي كل شي وما تلاش بغي حتى شي حاجة ماديا وكان شي حاجة اللي مفق من الطاقة ديالو اللي خلاته انه يدير بحالدك شي بزاف ديالناس من الموحيد ديالي زادوا شجعوني انا يعطي فرصة واحدة اخرى كيف بحال بزاف ديالناس ما شجعونيش وقالوا لي كيف ما دار لك في الولا يدير لك دابة درت صلاتت على السخارة واتوكلت على مولانا وسمحت ليه وخرجنا قلصنا وهضرنا في بزاف ديالنوقات واضحناهم سولتو شفل انت قادر انك تعيش مع واحدة ما كتتقش فيك من حقك انك تقول يا ده دراء امال ولا اني الوقت غادي تبيليك باللي انا نراني بالصحي تبتلت حاولت اني نرجع معا كيف كنا ولكن صعيب بزاف وكنت نقنع راسي بلي انا وكل شي غادي سهل فيها ربي معلينا خليت الامور كاتمشي على طبيحتها ابديت كاللاحظ بالاهتمام ديالو والتغيير ديالو وما كان جبتش مع الماضي ولكن ديما شي صوت داخل راسي وفي قلبتي يقول يا انا واد سيد محال واشتي بغيك وغير زطم على ر واش انه تبقى مع بعضياتكم شوية كننع الشرطة وكننقول لي ما باغيكش اعمال را ما غديش يدير مجهود وما غديش يتبتل وما غديش يهتم بالتفاصيل الصغار في حيوتك انا اليوم اراني معاه وكيف قال الوقت والزمان اللي غدي تبيلي وخاص صراحة نفسيتي مهزوزة مهزوزة وسط العلاقة العبر انا اليوم ما عارفاش شنو غدي ندير بخيتكم صراحة انكم تنصحوني انا معاه تيبيا باللي انه مزيان وبدي نصفحة جديدة ولكن مازال ما عارفاش انني واش نعطيه ن العبرة اللي بغيت نعطيه اللي يقدروا ياخدوها من القصة ديالي انهم يديروا في بالهم انه والانسان يقدر يتقلب ما بالليل ونهار اه دوجي به اذا كنتك تبغيه والتعاون في الحياة مع الازواج جولكم ولكن ديما خليه وخبيه لدوار الزمان حتش نهار انا وصلت للطلاق لقي دراسي ما عندي والو باش انا يقدر انبدا حياتي وعمرني مدات بحساب هاد النهار هذه كانت حكايتي واخيرا قصة طويلة هذه كانت حكاية امل يا سادة الكرام قبل كل شيء هو اللي اول مبغيتكم انكم تحبسوا الفيديو وطبطوا التحت كاملكم 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 حتى اللي عمروا مدال يتعليق وتجوبوني على هاد السؤال حيش غادي نعطيكم الجواب وغادي نشوفوا واش عندنا او للقينا نفس الملاحظة في هاد الحكاية السؤال ديالي كالتالي شنو السبب انت عادشي اللي وقع ليهم في حياتهم واللي كيتختصر في كل موحدة انا كنت سنكم من تحت انكم تكتبوا لي يا الله ابطوط ابطوط انا كنت سنكم صافي عرفتوها الجواب ديالي والملاحظة ديالي هي الريبة يا سادة الكرام والله اعلم بهذه الأمور قال سيدنا الحبيب عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع المبقات يعني المهلكات قلنا وما هن يا رسول الله قال اشاركوا بالله والسحر وقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق واكلوا الريبة والمقصود ان الريبة من اقبح السيئات ومن اقبح الكبائر ومن السبع المهلكات فنسأ الله العافية الحكاية كاملها اذا لاحظتوا بلي انه غيرهم ما يدخلوا في الباب ديالريبة بحيلة تشالات العافية حتى نقرأ تعليق ديالكم باش نتأكدوا واش كاملكم كانت عندكم نفس الملاحظة ولا لا اما رأيي في خصوص امل بعدها واللي والبرافو عليك كنت قوية ما نقول لك ما بكيتش لانه البكاء ماشي ضعف ولكن قدرت بزاف ديالأمور اللي بينه بلي انك انسانة قوية بغا تحافظ على دارها كتشوف ربيف راجلها الى ما اخره سألتي واش هادش اللي كتديري فيه دابة انك رجعت ليه هو صحيح ولا ماشي صحيح انا كنقول والله اعلم علش حتى لا انا فاهمة بلي انك اليوم كتتخبطي في المشاعر ديالك وانك يخايفة انك يترجعي ذاك الاستقرار وفي الاخير يخليك وتكون لك الطيحة اقوى من الاول لكن لا صح تيليك انه في شي علاقة عموما ولا في الحياة عموما تنعطيه كل ذي حق حقه كنعطيه كل حاجة واحد نسبة مئوية ديالها متوسطة باش ما تجيناش واحد خيبة الامل لي هي خيبة او لا قصحة سنعطيه خمسين في مئة في الحياة لينا باش في وقت ماضرنا كانت تكاو على رأسنا مزيان اعطيه فرصة ماشي مشكيل غتكون ان شاء الله الفرصة الاخيرة وان شاء الله مولانا يتبتو فيها وان شاء الله مولانا يسترلكم اموركم لكن كانت تمنى انه واذا سديتوا الباب انتع الريبا تحبسوه بمرة انا في نظريتا اقول ما مغلطيش اذا سياد الحق مدان بيليك وتيدي المجهودات لما لا اعطيه نيتك ربي غدي يفرجك في كل حاجة من بعد هذه كانت قصتنا اليوم كانت تمنى انكم تستفدوا منها وكانت تمنى من الله انه اللي يحوجنا يا مولانا يكريم انا نمشو الباب الريبا يا ربي يا مولانا يكريم هذه كانت حلقتنا الليلة كانت تمنى انها تكون نالت اعجابكم وما تبخلوش علي انكم تغطوا على زر الاعجاب التحت لما تكلفكم تشيب جهود الى كل واحد فيكم تيضغط عليه رأس عداتي شكون بحالي فشكرا لكم دمتم في رعايت الى واحدين تلقوا بعد غدين شاء الله سلام 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 سلام